السجن هو متجأة تستخدم لإيواء الأشخاص الذين تم احتجازهم بموجب النظام القانوني أو الذين سلبت منهم حريتهم بعد إدانتهم بارتكاب جريمة وقد تؤدي الإدانة بجناية أو جنحة إلى عقوبة بالسجن للجاني إلا أن هناك جرائم لا تعد عقوباتها وفي هذا الفيديو سنستعرض لكم أطول عشر عقوبات سجنية في العالم في المركز العاشر جيمس إيجان هولمس جيمس إيجان هولمس المشتبه به فرسيكا بحادثة إطلاق النار العشوائي التي وقعت في العشرين من يوليو عام 2012 والذين تجعله قتل 12 شخصا وإصابة 58 آخرين بجروح بعد أن أطلق الرصص عشوائيا على مشاهدين كانوا يحضرون العرض الأول لفيلم باتمان في قاعة للسينما في مدينة أورورا في ولاية كولورادو الأمريكية ولم يكن للجيمس أي سجن جنائي معروف قبل إطلاق النار في هذه الجريمة المروعة دخل هولمس عرض منتصف الليل ففجر قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلق النار على الحاضرين في العرض قتل 12 شخصا على يد هولمس وأصيب أيضا 70 آخرين تلقاه المس حكما منفصلا بالسجن مدى الحياة لكل ضحية ماتت تلك الليلة فتم الحكم عليه في عام 2015 ب3318 سنة في المركز التاسع عبدالله البرغوتي عبدالله غالب عبدالله البرغوتي أو أبو أسامة ولد في 1972 في الكويت هو مهندس وقائد كتائب عز الدين القسام سابقا في الدفة الغربية حيث كانت تقيم أسرته قبل أن تبدأ حرب الخليج الأولى التي شارك فيها ضد القوات الأمريكية ولم يكن قد أكمل الثامنة 18 من عمره يتقل على إثرها مدة شهر وأفرج عنه بعد نهاية الحرب وعاد إلى الأردن حيث أقامت العائلة وصير في السجون الإسرائيلية يقضي حاليا واحدا من أعظم المحاكمات في التاريخ المؤيد 67 مرة إضافة إلى 5200 عام سجنا لمسؤوليته عن مقتل 67 إسرائيليا في سلسلة عمليات تتم بين العامين 2000 و2003 في المركز الثامن عدنان أكتار عدنان أكتار والمعروف باسم هارون يحيى هو زعيم ضائفة تركية ولد في أنقر عام 1956 قام ببحث مفصلة في الفلسفة المادية وتركزت كتاباته على تفنيد وتكذيب نظريات التطور وموضوعات الماسونية والصهيونية والإلحان تم احتجاز أكتار وأكثر من 160 من زملائه من قبل فرع الجرائم المالية بالشرطة التركية في 11 يوليو عام 2018 بتهمة تنظيم مشروع إجرامي الإحتيال المالي والاعتداء الجنسي وبحسب قناة TRT التركية فهذه أطول عقوبة في البلاد لارتكاب جرائم احتيال واعتداء جنسي حكم عليه في الحكم الأول بالسجن لمدة 1075 عاما وأعيدت محاكمته في 17 نوفمبر من عام 2022 بالسجن لمدة 8658 عاما في المركز السابع دودلي كايزر صدر حكم بالسجن لمدة 10 ألاف سنة ضد دودلي كايزر الذي أدين بقتل زوجته ووالدة زوجته وطالب جامعي عام 1976 ليلة عيد هالوين أشار أحد المدعين العامين على أن واين كايزر قاتل بالفترة بعد أن أطلق النار على حماته وزوجته المنفصلة عنه وطالب جامعي بريء وفي محاكمة كايزر عام 1977 حكم عليه أولا بالإعدام بالكرسي الكهربائي إلا أن هذا الحكم ألغي لاحقا على أساس أنه كان قاسيا وعندما حكم مرة أخرى في عام 1980 حكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى عصرة آلاف سنة إضافية في المركز السادس دارون بن لافورد أندرسن دارون بن لافورد أندرسن حكم عليه في عام 1994 بالسجن لمدة 2250 عاما بعد إدانته بارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم بما في ذلك الاغتصاب لمرأة عجوز في مقاطعة تولسا والصارقة والاختطاف عند تقديمه للإستئناف أدين مرة أخرى وحكم عليه بعقوبة جديدة حكم عليه باستجن لمدة 9500 عام إضافية والتي تم تخفضها في النهاية بمقدار 500 عام لتصبح 11250 عاما وتعتبر عقوبته سادسة أطول عقوبة سجن على الإطلاق في العالم في المركز الخامس بوديت كتيتر ايدلوك أدين ب2653 تهمة احتيال واعترف بتشغيل مخطط بونزي الذي قدم فيه وعودا وهمية بمكافآت مالية هائلة للمستثمرين تم إقناع ما يقرب من 40 ألف فرد باستثمار أكثر من 160 مليون دولار في أعماله تم سجن بوديت 34 عاما بعد فشله في إعادة الاستثمارات إلى أولئك الذين يستثمرون الأموال في شركته الوهمية تم الحكم عليه ب13175 عاما سجنا وبفضل اعترافه تم تخفيض عقوبته إلى النصف إلى 6637 سنة وستة أشهر ومن غير المرجح أن يقضي أكثر من 20 عاما في السجن كيف ذلك؟ لأن القانون التيلاندي يحدث مدة أقصاها عصر سنوات لكل من الجريمة النلتين أدين بهما في المركز الرابع ألان وايل ماكرون ودرون بيرفورد أندرسون كان هذان الجونات في مقاطعة تلصى متورطين في سلسلة من الأفعال الشنيعة بما في ذلك الاعتداء الجنسي على امرأة مسنة على مدى ساعات عديدة بعد أن دفع سيارتها معيدا عن الطريق وشملت تجاوزاتهم الأخرى الصارقة والاختطاف بعد الحكم عليه قدم مكلورين استئنافا وتم تخفيض مدة سجنه بمقدار 500 عام قدم أندرسون استئنافا أيضا وأدين للمرة الأخرى وحكم عليه بـ 9500 سنة إضافية لقضاء عقوبته الحالية ويبلغ إجمال طول الحكم على مكلورين وأندرسون ما يقرب 32500 عام في المركز الثالث تشارلر سكوت روبينسون أدين تشارلر سكوت روبينسون بستة توهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال في الرابع عشر من ديسمبر عام 1994 وأوسط هيئة المحلفين بقضاء 5000 عام في السجن حيث لم يتمكنوا من الحكم عليه باستجن مدرحيات دون الإفراج المشروط اختار قاضي المقاطعة دان أوينس إعطاء روبينسون هذا الحكم على التواري وليس بشكل متزامن وحكم عليه باستجن لمدة 30 ألف عام مما يعني أن الشاب البالغ من العمر 30 عاما لن يكون مؤهلا للإفراج المشروط حتى يبلغ 108 أعوام قال القاضي أوينس من خلال القيام بذلك أعتقد أنني أستطيع أن أؤكد أنك ستقضي بقية حياتك الطبيعية في حدود إدارة الإصلاحيات في المركز الثاني عثمان ألغناوي جمال زغام وإيميل سواريج تراشوراس تم التعرف على هؤلاء الرجال الثلاثة باعتبارهم العقول المدبرة لتفجيرات مدريد عام 2004 والتي خلفت أكثر من 1800 جريح و191 قتيلا ومع وضع متفجرات في أربعة قطارات ركاب مختلفة يقال أن هذا الحادث هو أعنف وجوم إرهابي يحدث في أوروبا ويعتقد أن القنابل تم تفجيرها من قبل الزغام والإقناوي وعدد قليل من الأشخاص الآخرين الذين ارتكبوا أيضا تفجيرات انتحارية وتم الحكم عليهم عام 2007 بـ 421924 سنة سجنا في المركز الأول تشاموي تي بياسو إمرأة تايلاندية حكم عليها بأطول عقوبة سجن على الإطلاق لم تقضي سوى جزء بسيط منها في ستينيات القرن العشرين أنشأت شاموي تي باسو نظاما للإدخار يستخدم غالبا في الهند ويعرف باسم صندوق شيت أطلقت عليه اسم ماي شاموي ليبدو كأنه حصة نفط للمستثمرين ويقدم عواعد عالية لأي شخص يختار المساعدة في تمويل المخطط كانت حينها مؤظفة في شركة النفط التايلاندية المملوكة للدولة واستخدمت تي بياسو اتصالاتها في سلاح الجو الملكي التايلاندي لجال عملية الاحتيال تبدو مشروعة مما أدى إلى قيام آلاف الأشخاص بالتشيل في المخطط بما في ذلك أفراد من العائلة المالكة التايلاندية وشخصيات عسكرية للاستثمار عملية احتيال هرمية بقيمة 204 ملايين دولار خدعت أكثر من 16 ألف مواطن تايلاندي تم تحديد موعد إطلاق سراحيها الإلزامي في عام 2009 إلا أن التشريع التايلاندي الساري في ذلك الوقت ينص على أن أي شخص تثبت إدانته بالاحتيال لا يجوز أن يقضي أكثر من 20 عاما في السجن وحصلت على إطلاق سراحي المشروط بعد ثماني سنوات من السجن فقط